ما حكم الصلاة على النبي بعد الأذان وكيف يرد على من يحرمها الصلاة على النبي سنة مستحبة لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقوله صلى الله عليه وسلم من ذكرني فليصلي علي رواه الحافظ السخاوي في كتابه القول البديع في الصلاة على النبي الشفيع الرسول يقول من ذكرني فليصلي علي والمؤذن ذكره فإذا أذن المسلم للصلاة ثم صلى على النبي فهذه الزيادة ليست من الأذان لأن الأذان ينتهي بقول لا إله إلا الله إنما هي بعد الأذان فهي زيادة في الخير والله تعالى يقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فهو كمن صلى الظهر ثم قام فصلى ركعتين فإذا قال الوهابية لماذا تجعلونها عادة نقول لهم إذا جعل المؤذن عادته أنه كلما أذن وانتهى من الأذان التفت إلى إخوانه وقال لهم بارك الله فيكم كان جائزا فكيف يكون الدعاء لكل فرد من أمة محمد جائزا عندكم ولمحمد محرما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء لرسول الله آه شكرا